وهي درجة بحثينا من جديد بش تحكينا على الحبوب في زوم زوم هاي جربوا جمعة مرحبا سوق القمح بالتحديد وظن في زون سحكينا برشا على القمح خاصة العام اللي فيت وحرب روسيا وأوكرانيا حكينا عليها على الامباكت متاحة على الاكتفاء الذاتي اللي مهوش موجود اللي خلي عديد البلدين في حاجة إلى بلدين أخرى البلدين الأخرى المنتجة للقمح بالأخص القمح الصلب الذي يستعمل في صنع العجين من كوسكسي ومقرونة إلى آخرى وبعض أنواع الخبز في أفريل المشترين فوجئوا بارتفاع في الأسعار في أسعار العرض اللي زادت ب30% ومن بين الأسباب الظروف المناخية والحديث على بايبلاين فارغة يعني سبيلة القمح اليوم تقريبا فارغة فاجأت الجميع وبشيحسها المستهلك في العالم شيحسها في مكتوبه أكيد من جهة فما العقوبة المفروضة على روسيا ومن جهة الأخرى فما الجفاف في أوروبا اللي خلي انتاج القمح ينقص برشا الأسبوع اللي فايت الكونسي انترنسيونال دي سيغيال مثلا خلى توقعاته ولخفضت توقعاته لـ 2024-2025 إلى 3 مليون من الأطنين بتتو من 3 مليون من الأطنين المترية إلى 795 مليون تن يعني اليوم فما مشاكل دعو حتى المشترين نقرأ في دي زرتيكل كيمازون بورس يقول كليزاشتور هون غالنتي لغزاشا ونموين لبخي بيسي لكن اليوم يعني كيف شايفوا أرماما أنه الأسعار نخفضت مثلا نسق متع الشراء ترخف يعني نسق متع الشراء لكن اليوم يلقوا صعود يعني صعود محير للأسعار 30% اللي هو برشا فما حديث زيدة على روسيا روسيا اللي هي المصدر لوليني ما هيش أكبر منتج راه فما المنتج لوليني أكبر منتج القمح هو الصين لكنه روسيا هي أكبر مصدر للقمح لأنه كيد الصين كيف تنتج القمح فتستعملوا استعمال المحلي والقمح الأقل سعرا بالنسبة لروسيا يمكنك زيدة الأفانتاج اللي موجود بالنسبة للسوق الروسي اكزاكتما اليوم مثلا في جيون أقرأ ومعناها يقولك بعض البترول والغاز روسيا تزن يعني على التموينات متع القمح ويمكن تفرغ نصحنا متعنا هكا يقولوا بو نعرفوا اللي اليوم الغرب تبيع في إطار حرب ولا العقوبات اللي فرضها على روسيا فما ينجم يكون فما تضخيم لكن الحال أنه مع الظروف المناخية معناها يادك واسن كيتي اليوم نتحيروا شوي على اللي قاعد يصير ويقولك فما اليوم ما ميز يعني على المؤسسات الروسية والقريبة من الحكومة والقريبة من النظام هي اللي عندها المميز على على انتاج القمح وعلى نحكيه على القراب يسر من النظام من نظام بوتين بالتبيعة دونك ما ميز على القمح في روسيا وهذا قاعد يشغل في ذهن البائعي والمشترين خاصة البلدان اللي تشتري القمح من روسيا دونك عمرها ما وزنت كيما كيما هالأيام هذية نحكيه على على انتاج القمح نحكيه على انتاج معناها بالطن نلقاو مثلا الصين هي اللي تنتج أكثر بلاد تنتج القمح 130 مليون طن في العام دونك هي أكبر منتج القمح في العالم لكنها ما تصدرش منه كيما تصدر روسيا بعدها الهند الولايات المتحدة روسيا جي في المرتبة رابعة من نحية الانتاج يعني تنتج أكثر من 60 مليون طن بعدها الكندا فرنسا أوكرانيا اللي تنتج 25 مليون طن واستراليا نلقاوها كازاخستين وألمانيا بتبيع كل عام من عام إلى آخر يتغيروا الأرقام هذي اللي كنكي نحكيه على صادرات القمح نلقاو روسيا هي اللي تصدر تقريبا نص القمح اللي تنتجو مع انه فهمها الحديث اليوم على نقص الشفافية تقريبا تصدر 30 مليون طن في العام يعني 13% أو أكثر من الصادرات العالمية وبعدها أوكرانيا تصدر تقريبا 23 مليون طن في العام دوك هذيك عليش الحرب أثرت يعني بين روسيا وأوكرانيا يعني يعني نسبة كبيرة من القمح المستعمل في العالم وتأتي من غادي وتأتي من غادي وتوافهم مشاكل في الانتاج وبالتالي مشاكل في الأسعار كيمكنت أن نلقاو فما ارتفاع مباشرة في الأسعار وفما تواجه اليوم زد نحو الانتاج الأمريكي نقاط نشوف قدامي اللي فما المحاصيد الأمريكية بيش تعرف تحسن وبالتالي تنجم يمكن تغطي نوعا ما هالحاجيات يمكن تعاوض جزئيا على الأقل وأنتم نحكيه على سوق استراتيجية ومعقدة سوق القمح مهمة يعني أنه يقارنوها في مقالات بالبترول وبالغاز فهذا في حقه لأنها اليوم نحكيه على صح المستهلك في العالم وأحنا كتوين سحصيناها يعني الأزمة بطريقة مباشرة في هالسنين اللي فاتوا نقولنا نذكر الصفوف على الكوشة إلى آخره دونك سوق كبيرة سوق استراتيجية نحكيه على ملايين من الأطنين من القمح اللي يتم انتجها في العالم والتبادل واللي يتم استهلاكها هو دونك غذاء أساسي اليوم في برشة بلدان كمش تقول أغلبية البلدان دونك نحكيه على الخبز نحكيه على العجين نحكيه على الباتيسي يمكن جيه بعض في الأولويات كما كنت أقول نك روسيا الولايات المتحدة كندا الاتحاد الأوروبي أوكرانيا هزومة اللي مسيطرين على انتاج وتصدير القمح وروسيا تلعب الدور أساسي معناها غول في المخشي هذية لأنها تنتج بطريقة مكثفة القمح وعندها أراضي فلاحية كبيرة وخصبة وخاصة في جهات كما سيبيريا كما كما جنوب روسيا دونك انتاجها كبير روسيا دونك من أكبر المصادرين في القمح في 2020 دا يقصدر 37.3 مليون من الأطنين اللي هو يمثل 18% من من نسبة الصادرات من نسبة القمح وأسعارها كما قلت أنتي أسعارها يبتد Van أسعارها منخفضة بالنسبة للأسعار العالمي هو أنها تخفض الأسعار اليوم فما مشكلة اليوم فما مشكلة بطبيعة اليوم فما مشكلة نحكيه على مشكل أو اليوم نحكيه على وضعيه جيو استراتيجية ليتأثر قاعدة على الأسعار العالمية للقمح وبطبيعة المناخ زيدا من نجموش ننكروا تأثير المناخ على الأسعار هذه. دونك اليوم نجموش تحكيوه على استقرار في أسعار القمح اللي روسي تلعب فيهم دور مهم. يعني أي بيكتورباشن اللي جاية من العقوبات ومعها بقي نقوله لكانديشن ميتيرولوجيك خليت أنه الأسعار معناها تكون فولاتيل والطير. هنا نحكيوه على أمن غذائي كارما معناها اليوم اللي أمن غذائي متاع برشا بولدين اليوم مرتبط بروسيا وبقرارات روسيا وبسياسات روسيا معناها تصاديرات القمح اليوم تستعمل كآلية معناها في السياسات الخارجية للبرشا بولدين منهم روسيا ومعناها أهم البولدين اللي تأثر على علاقاتها بالبولدين الأخرى يعني اليوم نحكيوه على سوق يتحكموا فيه ولا المونوبول اللي متاعوا عند منتجين كبار منهم روسيا اللي اللي هم يستعملوه حتى سياسيا ووجيوه سياسيا تعديل الكفة وبعض خلق نوع من الموازنات الدولية دايق كيمة البيتخول كيمة الجاز كيمة وفي الأخر بشو نقوله مرتبط بحياة الناس كيف كيف نفس الشي معضا الحبوب أو بقية المواد اللي نحكيو عليها مرتبطة بالحياة اليومية للبشر معنا نجمش تحرك فعليا لما تكون موجودة المادة هذيك بالضبط هو يمكن في السنوات اللي قبل إنه الدعم ما خليش المستهلك يحس لكن اليوم نحكيو على نقص كريمه معناه على حاجة ما فاميش يعني بي أو بدون دعم ما فاميش دونك قامح دونك هذا و30 بالمئة زيادة فشأة ما أنت في الأسعار هي نسبة كبيرة علما أنه سنة 2024 فما نقص في الانتاج الروسي نفكروا سنيبش يكون بستة بالمئة ذي حسب لو كونساية انترنسيونال دي سيغيال التوقعات والانتظارات بنسبة للسنة هذي اكزاكتما وكي ما قلت أنت معتاليوم ما تيقولك انتجيت أو الانتاج القمحة معتالمحاصيل القمحة الامريكية اللي يمكن تحد من المحاصير وكي ما تفرضت عقوبات على روسيا وقعدت تلقى في حلول روسيا هو نحكيه كيقوله عقوبات والاقتصاد الروسي نقوله الغاز الروسي أيضا قعدت تلقى في ديزالتغناتيف اليوم يظنها تلقى زيادة ديزالتغناتيف للقمح الروسي هو الغريب في الامر وقت تحل الحرب على بلاد لكن بعد تلقى روحك اللي انت تقريبا شبه ديبندان من البلاد هذيك في كل شي حاجة من عالش تلاحك تباهت معناتها ولكن هذي اللي ساير تقريبا هذا المشهد اللي قاعدين نتفرجوا فيه اليوم انت تتعاقب في بلاد وتحارب فيها من جهة ومن جهة اخرى قاعدت تحاول باش تغطي العجز متاعك في العديد من المجالات على خاطر كنت مرتبطت بها بشكل مباشر الحين انو كنشوفوا هي شنو كيفاش قاعدت تتعاطل اليوم مع الوضع على الاقل خاطر منعرفوش الداخل داخل شنو اللي ساير ولكن شكليا لابس قاعدت تعيش تواصل الحياة في روسيا بشكل شبه طبيعي الارقام يقول انو الاقتصاد قاعد مش نظريا على الاقل نظريا نظريا كما قلت انت ما عنيش لدي تاي من الداخل لكنها نشوفوا فيها كيفاش قاعد حجم المعاملات مع الصين قاعد يكبر ومع بلدين اخرى معناها من ايسيا يعني اليوم يدور لي لدقاء فما بداء القادة تلقى فيها وعبخي حكاية الشفافية ذي كقضية اخرى ولكن الشكل العام اللي نفرج فيه يوحي ويدل على انو فما ذكي كبير في ادارة الازمة في ادارة الحرب لكن العالم الاخر معتها اوروبا امريكا احنا قاعدين نحسوا في الحرب هذي يمكن اكثر منهم نحنا اوسيوبية خاطر منهم ما مننا شايل لطلب الحرب ولا شاركنا في حدا شي قاعدين نتفرجوا لكن احنا مفعول به اكثر من شيء اخر كيما برشة دول في العالم شكرا لك هاجر شكرا لكم وحدنا اليوم كنحاول الحبوب بغضوة بشتختللنا موضوع اخر هاجر في زوم كيما كل يوم او شكرا لكم انتم تبعتونا حتى لوقيت اذا اشتركوا في القناة